منذ أزد من سنتين والمختصون في مجال علاج الأورام السرطانية ينادون وزارة الصحة على ضرورة إدراج العلاج المناعي في المستشفيات أخيراً سترى هذه التقنية النور في الجزائر رغم امتعاض الأطباء من عدم إشراكهم في دراسة ملفت حسب تصالح في وزارة الصحة هي أنه تكون موجودة إن شاء الله ابتداء من سنة 2019 ولكن نظر هذه الأدوية ما يشغل الإمينو تيرابي فيه العلاج المناعي الإمينو تيرابي فيه العلاج الشيميو تيرابي دوزيام جنراسون وفيه الورمون تيرابي دوزيام جنراسون نكترحنا بشكل لجنة مكونة من جميع رؤساء المصالح اللي تكون في الشرق وفي الغرب وفي الشمال هذا وتحفز أو تنشط هذه الأنواع من الأدوية الجهاز المناعي لتدمير الخلايا الخبيثة للمرض كسرطان الرئاء الثدي وغيرهما المدينة المناعي 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 في المستشفيات الجزائرية من عدمه ستظهره الأيام القليلة القادمة